عبدالله طلعنا على الأبرز الخدمات الالكترونية التي تقدمها عمادة التعليم الالكتروني بجامعة الملك خالد نعم يسعد صباح الجنارة للصباح السادة المشاهدين طبعا أنا الآن متواجد في جامعة الملك خالد وبالتحديد في عمادة التعلم الالكتروني حيث تقدم خدمات لجميع الطلاب والطالبات وخاصة نحن الآن نمر يعني التعليم عن بعد وهي تقدم خدمات لتذليل كافة الصعاب من الدعم الفني من الاستفسارات حتى لو واجهت الطالب أو الطالبة يعني عدم دخول على أي خدمة يريدها الطالب أو الطالبة هناك أيضا دعم فني لتسهيل كافة الأشياء التي يريدون الدخول عليها لتفاصيل أكثر نضم بجانب سعادة الدكتور نايف جبلي عميد عمادة التعلم الالكتروني بجامعة الملك خالد يسعد صباحك دكتور بداية كيف تقيم تفاعل الطلاب وعضاء هيئة التدريس مع التعلم الالكتروني أيضا عن بعد خلال الأسبوع الأول حياكم الله صلى الله عليه وسلم وإسعد صباحك وصباح المشاهدين والمشاهدات حقيقة الأسبوع الماضي مرة الحمد لله بنجاح كبير في مستوى التفاعل ما بين مقررات الجامعة طلاب وطالبات الحقيقة التقارير تشير بأنه تقريبا أكثر من 13 ألف شعبة افتراضية تمت خلال الأسبوع الماضي دخل فيها ما يزيد أكثر من 45 طالب 45 ألف طالب وطالبة تم تدريسهم تم حضور هذه المحاضرات وهذه المقررات الالكترونية تلقينا أيضا دعم كبير الحقيقة هناك مقاييس جعلت العمادة أو عمدت العمادة إلى رصدها من خلال أدوات التواصل من خلال المحاضرات غير المتزامنة ومن خلال التقييمات التي تمت ما بين الطلاب وعضها هي التدريس خلال المحاضرات الأولى في هذا الفصل الدراسي دكتور جميع الجامعات خلال هذا الأسبوع يحتفلون بطلاب المستجدين ولكن في جامعة الملك خالد كيف تم الاحتفال بطلاب المستجدين وخاصة عن بعد؟ الحقيقة تمت ليلة مساء البارحة برعاية كريمة من معالي رئيس الجامعة ووكيلها لشؤون التعليمية ووكيلتها أيضا لشؤون الطالبات والعمداء والكليات المساندة بالاحتفال بإخواننا وأخواتنا الطلاب والطالبات المستجدين لهذا العام تمت من خلال كلمات ترحيبية ثم أيضا كانت هناك فقرة مناقشة حوارية تتمثل في ما هي الخدمات التي تقدمها العمادات المساندة والكليات المساندة وأيضا كيف يمكن التواصل ما بين الطالب وبين هذه العمادات وتم من خلالها استعراض أبرز هذه النقاط المهمة للطالب والطالبة المستجد الدكتور أخيرا دور الجامعة في تعزيز الثقافة المجتمعية وخاصة اتجاه التعلم الالكتروني الحقيقة أن الجامعة الحمد لله بادرت بعدة مبادرات منها تدريب منسوبية تعليم العام على استخدام دوات التعلم الالكتروني وتم ذلك من خلال قناة أو منصة كيكيو اكس من خلال العمادة وأيضا من خلال العمادات المساندة ومن خلال الكليات تم تفعيل دورة كلية التربية هنا أيضا في الجامعة مع الإدارة العامة للتعليم في الملتقى الافتراضي التي تم خلال الأسابيع الماضية أيضا هناك حملات تبعوية وتثقيفية إعلامية موجهة للمجتمع ولأسره بكافة فئاته الطالب الأسرة أيضا بالاهتمام بجانب التعلم الالكتروني والحرص على أن يبقى طلابنا وطالباتنا في مستوى تعليمي عالي مؤهل شكرا مقدر لك الدكتور نايف الجبلي عميد عمادة التعلم الالكتروني بجامعة الملك خالد هذا كان كلما لدي زميلتي جنار أنتقل لك بالصوت والصورة